فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كباب الحلة بطريقة سهلة جدا وكباب الحلة الاصلي اللي بنستعمل فيه مكونين اساسيين فقط وهو اللحمة والبصل وممكن صلصة طماطم او عصير طماطم المفروض بنقطع اللحمة مكعبات صغيرة وبنقطع البصل برضو شرايح صغيرة ولو عايزين نزود فلفل او شطة حراءة او بردة على حسب الزوق والرغبة ممكن نزود خضار بطاطس جزر اي نوع من الخضار بس انا عملت كباب الحلة الاصل اللي هو بنستخدم فيه البصل بس وبنسويه في مية البصل مش بنضيف له اي مية حطينا اللحمة اتعناها مكعبات والبصل اتعناها مكعبات والشطة الحراءة حسب الزوق والرغبة وحطينا بهارات بسيطة جدا ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة اختياري وممكن نكتفل بالملح والفلفل اسود وحطها على نارها دي لحد ما تصرد مية البصل ويبدأ اللحمة تخش في التسوية بعدين هنضف لها عصير الطماطم ونقلب كويس وبكده اللحمة تبقى دخلت في التسوية ممكن تتاكل في المرحلة دي نغرف وناكل عادي خالص لكن انا هعمل لها تركة تانية وادخلها في الفرن تبقى بالشكل الجميل ده نحطها في طواجن وندخلها الفرن وفي الاخر هيبقى معانا القنبلة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي لو جربتها بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملها بالشكل والطريقة دي ابدا طبعا استخدمنا بهارات بسيطة جدا واستخدمنا البصل وعصير الطماطم فقط لا غير طبعا عشان نباين نكهة وطعم اللحمة الجميلة كل عاموا حضراتكم بخير